تشهد منطقة حارم ازدياداً ملحوظاً في أعداد الإصابات المسجلة بمرض الكوليرا إضافة إلى تسجيل إصابات متزايدة بفيروس كورونا أيضاً منذ بداية الشهر الجاري ولا فتفرق منسق استجابات سوريا إلى أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في منطقة حارم حيث نتواجد بلغ قرابة 130 إصابة أما بالنسبة لعدد الإصابات المسجلة بمرض الكوليرا في المنطقة بلغ 109 إصابات وأغلب الإصابات في المخيمات لوجود الصرف الصحي المكشوف وانقطاع توريد المياه الصالحة للشرب في عدد كبير من المخيمات والتجمعات العشوائية إضافة إلى وجود إصابات كثيرة في مدينة حارم نتيجة تلوث المياه مع صدور تقارير تؤكد التلوث الجرسمي لينبيع المياه نتيجة الصرف الصحي في المدينة القطاع الفوقاني أعلى من التحتاني فالمي عب تنزل إلى تحت إلا سواقعي نحن هنا من وقت الإجانة المخيم جارة فيها المي مكشوفة على الأرض يعني فيها عب تعمل حشرات وبتعمل أضرار كبير الأهالي الأهالي الشنع بصير أنه كل واحد ما بدي برقة من جنبه تعرف لأنه فيها أضرار كتير ومصارف يعني فنحن عم نعلم هذا المشكل أنه المي ما في إلها مصارف تحت الأرض تمشي وأطلق منسق استجابة سوريا نداء عاجلا إلى كافة الفعاليات والمنظمات الإنسانية في المنطقة العمل على إصلاح الأضرار في الصرف الصحي في مدينة حارم لمنع خلاط مياه ملوثة مع مياه الشرب إبراحيم سوية تلفزيون سوريا ريفو إدلب الشمالي ترجمة نانسي قنقر